أدنى وزير الإعلام وثقافة والسياحة معمر ليرياني واستنكر بأشد العبارات اقدام ميليشيات الحوث الإرهابية التابعة لإيران على اختطاف رجل الأعمال عبدالله أحمد الحثيلي المدير العام لمؤسسة الحثيلي للنقل وخدمات حقول النفط من منزله وإخفائه قسريا لليوم الثالث على التوالي في إطار مسلسل الابتزاز والتضييق المستمرة على رجال المال والأعمال منذ الانقلاب وأوضح معمر ليرياني في تصريح صحفي أن هذه الجريمة التي تأتي في ظل استمرار حصار ميليشيات الحوث الإرهابية لمصنع شملان للمياه المعدنية أكبر مصنع لإنتاج المياه في بلادنا ووقف خط الإنتاج تؤكد مضي الميليشيات في تنفيذ مخطط تجريف القطاع الخاص والتضييق على رؤوس الأموال لدفعها للمغادرة خارج البلد لصالح شركات تجارية ومستثمرين تابعين لها وطالب ليرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها لليمن باتخاذ خطوات لوقف التدمير الممنهج الذي تمارسه ميليشيات الحوثي بحق القطاع الخاص عبر التضييق والابتزاز المستمر للتجار والمستثمرين والذي يهدد بانهيار الأوضاع الاقتصادية المتردية ويفاقم الأزمة الإنسانية في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات اشتركوا في القناة